بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي اعمل ايميل جيميل علشان اعمل ايميل جيميل لو بصيت في صفحة جوجل الرئيسية هلاقي في فوق كلمة جيميل ممكن اضغط عليها هتوديني لموقع جيميل هلاقي فوق هل تستخدم جيميل لأول مرة انشاء حساب هاضغط على كلمة انشاء حساب المكتوب بالاحمر وابتدي امن الخنات ديت عشان يكون عندي ايميل على جيميل اول حاجة الاسم ونفرض ان فيه شخص اسمه احمد سامي فهنبتدي نكتب الاسم الاول احمد والاسم الاخير سامي بعد جدا نختار اسم المستخدم اسم المستخدم اللي هو كزا add gmail.com اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي الايميل الايميل ده في جوجل او في موقع جيميل بيكون متكون من تأكد حاجات فقط لغير حروف وارقام ونقط ما ينفعش يكون فيه علامات يعني ما ينفعش يكون فيه علامة الدولار ما ينفعش يكون فيه علامة الشباج ما ينفعش يكون فيه اي علامة من علامات دي فانا هلتزم بالكلام دوت واختار الاسم اكتبه طبعا لازم ان يكون اسم الايميل بالانجليزي. ما ينفعش بالعرب. احمد سامي الف تسعمائة وتمانين مسلا نختار له تاريخ ميلاد. لو ضغطت تحت. هنلاقي اني بيقول لي ان هو مستخدم قبل كده. طب ايه الحل? ايه الحل ان احنا نزود فيه او نعدل فيه بعض التعديلات. انا مسلا ممكن اكتب قدامه كلمة مستر ام او بقت مستر احمد سامي الف تسعمائة وتمانين. بعد كده انزل تحت عشان اكتب كلمة المرور. كلمة المرور دي اه جوجل بيشرط عليك ان هي تكون من ثمن حروف على الال. ويفضل طبعا انها تكون مكونة من حروف ارقام وعلامات ويصعب توقعها. يعني ما لهاش علاقة برقب موبايلك مثلا علشان لا يسهل توقعها وبالتالي لا يمكن سرقتها. ممكن مسلا نكتب كلمة مرور. حروف وبعدين ارقام وبعدين علامات او بالترتيب اللي راحك. طبعا كلمة المرور في حالية بيقول ان هي قوية جدا نتيجة ان انا عملت تلات حاجات حروف وارقام وعلامات. طبعا ممكن كلمة المرور ما تتبقش يعني انت تكتب كلمة المرور فوق صح وتحت غلط فانت لازمة تتأكد من كلمة المرور عشان كده وبيطلب منك انك تكتبها مرتين. بعد كده نروح على تاريخ الميلاد نختار له تاريخ ميلاد واللي يكون تسعة سبتمبر الف تسعمية وتمانين. بعد كده الجنس نختاره زكر. بعد كده الهاتف الجوال. رقم الموبايل يفضل انك تكتب رقم موبايل حقيقي. ليه? لان فيه طريقتين يتأكد من شخصيتك. الطريقة الاولانية ان هو يبعث لك رسالة على الموبايل. والطريقة التانية ان هو يبعث لك رسالة على ايميل تاني. يعني هو هنا يطلب منك الموبايل والايميل التاني اللي عندك اللي هو لو عندك ايميل دلوقتي. يعني لو مش ده اول ايميل تعمله في حياتك. وعندك ايميلات تانية. مفوض تكتب ايميل من ايميلاتك هنا. وتكتب رقم موبايل لك هنا. علشان في حالة لو نشيت كلمة السر. تقدر اه تسترجع الايميل بتاعك ده وما يضعش عليك. عن طريق انك تخش على ايميل تاني وتقول له ابعث لي كلمة السر عليك. طيب انا يفضل تاني من اكد ان يفضل تكتب رقم الموبايل الحقيقي. وليكن هنقول ان ده رقم موبايل وهمة اهو. وبعدين نيجي على عنوان بريدك الالكتروني لو حافظ بريد الالكتروني ديك او عندك بريد الالكتروني تكتبه هنا. لو ما عندكش خلاص. اثبات انك لست ريبوت. بعد جدا بنخش على خطوة التحقيق الشخصية. خطوة تحقيق الشخصية ديت. يا اما بتكتب الكلمتين اللي موجودين قدامك دون. طبعا لو مش واضحين ممكن تعمل تعمل من هنا. لحد ما يزهر قدامك كلمتين واضحين. يا اما في حاجة تانية بقى. انك تضغط على علامة صح وتعمل عملية تخطي. في الحالة ديت هيبعط لك رسالة على الموبايل فيها كود. الكود ده هو اللي بيثبت انك صاحب الايميل دوت. يبقى الكود ده بعد كده بتفعل بيه الايميل. يبقى عندناها طريق تاني. الطريق الاولاني عن طريق رقم الموبايل عشان كده بنقول لازم رقم الموبايل بحقيقي. ويكون رقم موبايلك فعلا. الطريقة التانية انك تكتب الكلام اللي موجود في الصورة. احنا طبعا هنا هنفتر الحل بتاع الصورة. كده كتبنا لكلمتين اللي موجودين في الصورة. طبعا في طريقة تانية لموضوع الصورة ده وهو انك لو الكلام مش واضح انك تخليه اه يعمل لك اه اختبار تحقق من الصوت. يعني ينطق لك الحروف ديت وانت تكتبها. بدل ما بدل ما تشوفها في الصورة ينطقها لك هو. بعد جدا بتختار الموقع بتاعك. طبعا الموقع هو مختار مص لو كان في تعديل انت ممكن تختار الدولة اللي انت فيها. بعد جدا تقول له اوافق على بنود الاستخدام. الحاجة اللي بعدها ديت انك بتوافق على عمل حساب على جوجل بلاس. جوجل بلاس ده الموقع اللي جوجل عامله اه كشبكة تواصل اجتماعي زي مثلا موقع فيسبوك اه الشهير. جوجل عامل موقع زيه بالزبط اسمه جوجل بلاس. كشبكة تواصل اجتماعي. في هنا معلومة ان الاكاونت ده لما احنا هنعمل الخطوة التالية ديت. موضت عليها. الاكاونت اللي انت عملته ده اتحلك فرصة ان بقى عندك ثلاث حاجات. اول حاجة ايميل. تاني حاجة اكاونت على جوجل بلاس اللي هو شبكة تواصل اجتماعي. تالت حاجة اكاونت على اليوتيوب. اللي هو اشهر موقع تداول فيديوهات على الانترنت. يبقى انت باكاونت واحد بقى عندك اكتر من حاجة. تيميزة في جوجل ان هي بتعمل اكاونت واحد لكل خدماتها. بعد كده تضغط الخطوة التالية كمان مرة. بعد كده تقول متابعة الى جيميل. طبعا بيكتب لك اسم الايميل بتاعك مستر احمد سامي 1980 كده بيحمل الايميل. طالما وصلنا الخطوة دي بانت حصلت فعلا على الايميل. هتشوف شكله قدامك دلوقتي. كده با عندك ايميل. تقدر تستقبل وترسل من عليه رسالة انت عايزة. ادي البيدي الوارد وادي البيدي المرسل. وادي اه جيميل باعت لك اكتر من رسالة ترحيب. وبقولك انك ممكن تدخل على الايميل اللي انت عملته ده من الموبايل كمان. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. شكرا جزيلا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة وبركاته.